عربات سياحية بألوان زهية تحوم كالفراشات في شوارع العاصمة اليمنية صممت هذه العربات أو الدراجات النارية المعدلة محلياً وبوسائل في منتهى البساطة نكهتها سياحية وتوفر في استهلاك الوقود وتخفف من زحمة السيء فهذا ربما أفضل وموجود في دول متقدمة كثيرة ومشلة في اليمن وحجمه الصغير يؤهلون يمر بسهولة ويسر بين السيارات وكذا بنتيجة ضيق الشوارع عندنا الناس معقبين في توك توك هذا تكسي ويأخذون مشاور في ناس حاجزين لنا للعمل تقول شركة الغزال للمواصلات أنها تقدم للسائقين الذين تتعاقد معهم في مشروع توك توك دورات تدريبية على قواعد المرور والسلامة وخدمة العملاء وبمقدور السائق أن يكون مرشدا سياحيا إن دعت الضرورة لذلك للسياح القادمين للاستمتاع وحب الاطلع والله قلت الحوادث قلت أمان السير في هذا النوع من التكتاك هذا ويكون آمن وسريع في نفس الوقت لمشاور القريبة وشكل السياحي رأيه يهدف في البداية إلى إيجاد فرص عمل كبيرة جدا للشباب هناك شباب عاطل كثير خرجين الجامعات يعولون أسر بتستفيد الدولة من الرسوم الجمهورية بتستفيد الدولة من الرسوم الضريبية ناهيك عن هذا كله الدولة والشركة مكملات لبعض لإيجاد فرص ذهبية للشباب العاطلين عن العمل قد يجد يمنيون كثر مورد رزق في هذا القادم الجديد إذ يعيش ثلث اليمنيين تحت عتبة الفقر أي بإنفاق أقل من دولارين في اليوم وتقدر نسبة البطالة في البلاد بنحو 35% بينما تصل النسبة بين أبناء الجيل الجديد إلى 60%